تصدت المقاومة الشعبية بمحافظة عدن للميليشيا الحوثية وقوات المخلوع بالتزامن مع بدء سريان الهدنة ووقفت تقدمها نحو البريقة حيث مصاف عدن وتحاول الميليشيا مهاجمة عدد من المنشآت في عدن في ظل تمترس المقاومة الشعبية في مواقعها هذا وتسعى ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح إلى التحكم بمنافذ إدخال المساعدات والمواد الإغاثية إلى مدينة عدن وقال سكان إن الميليشيا شددت من الحصار على المدينة منذ أسابيع وإن ذلك يعني تحكم الميليشيا بجميع المساعدات والمواد الغذائية تشهد عدن التي صنفت قبل أسابيع مدينة منكوبة وضعا إنسانيا كارثي لا جديد في عدن سوى الحرب والحصار والدمار المدينة التي تحتضن البحر صار أهلها يتمنون قطرات الماء نهيك عن الدواء والغذاء وأساسيات الحياة الأخرى حصار فرضته الميليشيا ولا تزال على مدينة تضيق يوما بعد يوم عشرات الأسر فرت إلى خارج المدينة بعضها سلمت من نيران الميليشيا واستقرت هنا والبعض لحقتها رصاصاتهم وأعدمت حقهم في الحياة لكن حق الحياة يقول أهل هذه المدينة يستحيل التنازل عنه في ساعة التي تزامنت مع بدء سريان الهدنة تصدت المقاومة الشعبية للميليشيا وقوات المخلوع وأوقفت تقدمها في البريقة حيث مصاف النفط ورغم دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ تسعى الميليشيا والقوات الموالية لها بسط سيطرتها على كافة منافذ إدخال المساعدات والمواد الإغاثية والتي يقول ناشطون إن السلطات المحلية والمبادرات لم تبلغ بتحرك أي سفينة تحمل مواد إغاثية بين سريان الهدنة وبدي أعمال الإغاثة تظل عدن عنوانا للمدينة المنكوبة والمحاصرة حتى من دخول المساعدات